بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم بقناة تفسير الاحلام والرقية الجرعية. النهاردة هنتكلم يمكن على اكتر من عشرين رمز اه من الرموز المبشرة بقدوم خير. اه هنتكلم على الرموز كالعادة بتدل على تحقيق امنية. اه بتدل على زرهية على قدوم رزق على قدوم خير. اه للرأي على زوالهم. هنحاول نجمع اكبر قدر من الرموز دي. اول رمز اه معنا لما يشوف الرأي اه بطاقة الصرف. او البطاقة اللفيزة. رؤية اللفيزة في المنام من الرموز اللي بتدل على المال. وكمان بتدل على اه تجارة ونجاح التجارة. كمان من الرموز اللي بتدل على تحقيق ارباح. وتحقيق اه مكاسب. اه قدوم رزق للرأي. لو كان الرأي عليه ديون او كان اه مديون فبشرة ليه بسداد اه دينا. الرمز التاني معنا لما يشوف الرأي اللقلق. رأية اللقلق من الرموز اللي بتدل على الاولاد. سواء كان اولاد بنات او اه اولاد. اه كمان من الرموز اللي بتدل على القرآن الكريم. اه برضو من الرموز اللي بتدل على قدوم اه مال وقدوم رزق للرأي. كمان بتدل على كلام طيب وكلام اه حسن. كمان من الرموز المبشرة جدا بالزواج وزا ما قلنا اه بالقدوم زرية. الرمز التالت معنا هو رؤية النخلة. اه رؤية النخلة في المنام اولا من الرموز اللي بتدل على عمل اه صالح. كمان اه من الرموز اللي بتدل على اه رزق للرأي. كمان بتدل على زرية. كمان من الرموز اللي بتدل على رجل اه صالح او رجل اه مؤمن. الرمز الرابع معنا النهاردة وهو رؤية المطر. المطر في المنام من الرموز المبشرة بالشفاء. كمان من الرموز اللي بتدل على قدوم رزق على قدوم نصر للرأي على زوال الهموم على قدوم فرج كمان من الرموز اللي بتدل على تعوى مستجابة كمان من الرموز اللي بتدل على سباد الرأي على دينه الرمز اللي بعد كده هو رؤية الولادة الولادة في المنام من الرموز اللي بتدل على خروج الرأي من ديئة من شدة كمان من الرموز المبشرة بالفرج وبقدوم فرحة كمان من الرموز اللي بيدل على عودة غايب وعلى زوائل الهموم زوائل التعب لو شافت الرؤية دي امرأة متزوجة فمن الرموز المبشرة لها بالحمل لو شافت الولادة اللي فتاة عزباء فبرضه بتدل على فرج وعلى فرحة وعلى زوائل الهموم كمان لو مخطوبة فتمام زواجها كمان لو كانت امرأة حامل فولادة ميسرة لها لو كانت مطلقة او حامل فبرضه من الرموز اللي بيدل على فرحة وخروج منهم كمان الرمز اللي بعد كده لما يشوف الرأي انه هو بيتوضى سواء يشوف الرأي انه هو بيتوضى بماء بارد او يشوف انه هو بيتوضى بمية زمزم او يشوف انه هو بيتوضى في المسجد فكل دي من الرموز المبشرة بزوال هموم كمان من الرموز اللي بتدل على شفاء لو كان الرأي مريض كمان اتمام الودوق وبعدين يصلي فده تمام امر الرأي بيسعى لي او يعني امر بيتمنى كمان من الرموز اللي بتدل على خروج الرأي من التعب من هم من مشاكل كمان من الرموز برضو او الرمز اللي بعد كده لما يشوف الرأي انه هو بيقتل او بيقتر انه يتخلص من اسد او من حيوان المفترس كان بيحاول انه هو يأذيه فكل ده معناه انه هو يتخلص من عدو لما يشوف الرأي انه عنده ثوابها زيادة زيادة عدد الاصابع في المنام قصوصا اصابع القدم من الرموز المبشرة بزيادة خير للرأي كمان من الرموز اللي بتدل على زرية وعلى حمل الرموز اللي بعد كده لما يشوف الرأي نفسه انه هو في ارض وزعة ارض خضرة فدي برضو من الرموز اللي بتدل على تبديل في حال الرأي الافضل والاحسن كمان من الرموز اللي بتدل على ساعة في المعيشة وعلى تحسين في المعيشة كمان لما يشوف انه هو بيشتري ارض فبردو دي من الرموز المبشرة بحصوله على امر مهم في حياته وقدوم ارزاء ليه كتير كمان لما يشوف الرأي او الرمز اللي بعد كده لما يشوف الرأي انه هو بيستغفر رؤية الاستغفار في المنام برضو من الرموز اللي بتدل على فرج وعلى توبة وكمان على زوال للهموم الرمز اللي بعد كده معنا هو رؤية فتح النفذة اما يشوف الرأي انه بيفتح الشباك او بيفتح النفذة اه بتدل على فرج وكمان على اه كتوم خير وكمان على اه بشارة الرمز اللي بعد كده لما يشوف الرأي انه هو بيت في نار انه كان فيه نار رمش طايلة ويشوف انه هو اه بيت فيها فده زوال للخصومة اه كمان نهاية اه مشاكل او نهاية اه خصومة كمان للرأي الرمز اللي بعد كده اه لما يشوف الرأي الورد رؤية الورد في في المنام اه من الرموز اللي بتدل على فرحة اه كمان من الرموز اللي بتدل على مناسبات اه سعيدة ولكن بشرط طبعا ان يكون الورد مش اه دبلان وكمان ما يكونش فيه اي عيب يعني ما يكونش دبلان او ما يكونش ليه ريحة غير مستحبة. الرمز اللي بعد كده وهو رأية النقاب. لبس النقاب اه في المنام اه من الرموز اللي بتدل على السدر وعلى اه وعلى هداية. اه كمان لما يشوف ان فيه حد بيهديني بنقاب فتخاطب اه بشارة بالارتباط. اه كمان النقاب اه في المنام برضو اما تشوف اه مجموعة من النساء بتتهيأ ان هي اه تخرج وان هي اه راحة مناسبة ولبسة النقاب فبشارة بيه اه مناسبة اه سعيدة. اه كمان كشف الواجهة في لما تشوف ان هي منقبة وكشفت وجهها لراجل فدي من الرموز اللي بتدل على اه زواجها. كمان اه من الرموز اللي بتدل على زوال اه هموم لها وزوال مشاكل. كمان ممكن يدل على صفر. الرمز اللي بعد كده وهو اه رمز بيدل على مناسبات اه سعيدة اه لما تشوف الفتاة او تشوف المرأة ان هي بتحط اه احمر الشفاء. اه رؤية ان هي بتحط احمر الشفاء اه في المنام. فدي من الرموز اللي بتدل على فرحة وكمان اه على اه مناسبات اه سعيدة. اه كمان من الرموز اللي بتدل برضو على مناسبات اه سعيدة وعلى فرحة اه لما تشوف المرأة ان هي لبسة اه اه مجوهرات. سواء تشوف ان هي لبسة اه اساور او تشوف انها لبسة خاتم اه في كل دي من الرموز اللي بتدل على فرحة وعلى مناسبة سعيدة اه ممكن تكون المناسبة دي مناسبة زهاج او مناسبة اه زرية لو كانت اه هي متزوجة. اه ده كده اهم اه عشرين رمز او ممكن اكتر اه بتدل على اه مناسبات بتدل على اه زواج بتدل على زرية اه من اهم الرموز المباشرة اللي احنا ممكن اه نشوفها في المنام. اه بتمنى ان يكون الفيديو عجبكم. لو في اي استفسار او سؤال اكتبوا لي تحت. وانا ان شاء الله اه رو تعالي بنا. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.